متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلام النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بلد هذا الخيار الموجود داخل جوجل اي سوديو واللي بتحلك انشاءه كلاء ذكاء اصطناعيين تفاعليين هنركز عليه بشكل اكبر دون ما تحتاج لأي خبرة برمجية يلا بينا نجربوا ما ترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجع لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض بلد الموجود داخل جوجل اي سوديو او نبص عليه نصره يعني اعمق شوية اولا هنا هتقدر تبلد يوزنج اس دي كي وزاوة اكي مش هتحتاج الكي وايه هو الاس دي كي الاس دي كي هو عبارة عن مجموعة ادوات متكاملة مكتبات ادوات كود جاهز عشان يبني تطبيقات ممكن انها تتضمن ابي اي داخلي لكن هو بيخفي عنك كل هذه التعقدات فلما بتستخدم الاس دي كي من جوجل زي ما قلت لك كده عبر جيميناي او الجوجل اي ستوديو الموضوع زي ما قلت لك بيكون بسيط جدا انت بتتعامل مع هذه المكتبات مش محتاج ان انت تكتب كود عشان تتعامل مع الاتش سي بي او دارة التوكنز يلا بينا نجرب مع بعض اول مثال معينا دلوقتي هنا حبتدي اروح احط اول مثال معي النهاردة اللي هو التكست برامت او الامر النصي هنا بقول له ابنيلي ابليكيشن الابليكيشن ده يكون يوزر فريندي انترفيس الواجهة سهل التعامل معيها بتسمح ان انا ارفع فايل الفورمات بتاعه csv او excel فايل وبعد ما تعمله upload اقرأ وبتدي اعمال لي interactive dashboard يكون الداشبورد بتاعتها فاعلية وطبعا يكون فيها auto-dedicted chart الشارت دي تكون bar او line او buy وايضا filter and search يعني اعمل filter كده لو انا عايز افلتر بالنسبة لي الdate بالنسبة لي الكاتجوري الفئة وبشكل عام انا الامر ده جبته من شات جي بي تي يعني انا قلت له انا عايز application باللغة العادية جدا بالكتابة انا عايز application بتعمل كذا هو عطاني instructions اللي انا هستخدمها في عمل application وانا بفضل شات جي بي تي شوية عشان هو مفصل شوية في كتابة الامر عايز استخدم جميناي مفيش اي مشكلة ويبعد كده هنبتدي نقول build هيفكر يعمل thinking يبتدي يفكر يبتدي يكتب الكود وحتلاقي الملفات كلها هتكون موجودة في الجزء ده بعد ما يتم الكودينج هيبتدي ينتقل مرحلة ال preview وهنبتدي نشوف مع بعض ال application هرجع لكم بعد ما يتم بناء ال application تم الانتهاء من ال application interactive data dashboard هبتدي ان انا ارفع ال excel sheet هنا اعمل لي زي data preview كده على طول هنا اعطاني summary عن sheet ده وهنا filter ممكن ان انا اعمل search عن طريق filter وممكن هنا اختار country مثلا و platform وليكن facebook هبتدي اعمل clear وابتدي ارجع تحت ابص على visualization اللي هو اعطهولي بالمنظر ده يزبلي platform facebook instagram whatsapp linkedin twitter distribution بتاعة country التوزيع بتاعة platform المنصة التوزيع الخاص بالage تقدر تعمل refresh مرة تانية وتبتدي ترفع ملف تاني وهكذا نشوف مثال اخر هبتدي اروح لbuild مرة تانية طبعا اي حاجة انت بتعملها واي application انت بتعمله بيكون موجودة عندك في your apps زي ما احنا شايفين وتأكد ايضا برضو ان انت بتعمل save يعني دايما اعمل save لو قالك ما فيش حاجة تسيفت لسه تبتدي ان انت هنا تروح تعمل save من هذا الايكون علشان تسيفه وكمان فيه امكانية ان انت تعمل deploy naturally cloud وفي الحالة دي هنا بيكون الhost بتاعك هو google cloud فهنا هي تعتبر زي خدمة هبتدي بعد كده اشوف حاجة تانية هروح للbuild واحط الامر التاني نسبة الapplication ده هيولد صور high quality ويستخدم flux ultra imagine by google stable diffusion وهنا الانستركشنز اللي انا عايزيها وقدر ان انا احمل في الاخر خالص الصورة كبين او جي بي جي فيه كمان share bottoms طلبة منه برضو موضوع الaspect ratio ده هشوف كده هينشئها ولا لا فعلا options وكنت طلبة منه الaspect ratio كمان الoption ان انا اقدر ان انا اتحكم wide square vertical instagram photo الtyaz طبعا تكون anemy تكون photorealistic oil painting وحبتدي هنا ادوس build ونشوف بناء ونشوف بناء الapplication بتاعنا تم الانتهاء من التطبيق هنا التطبيق بتاعنا AI Image Studio Creative Prompt بتحط هنا البرومت الامر بتاعك وهنا Image Generation Model بتختار Imagine by Google او بتختار Flux Ultra او بتختار Stable Divusion وهنا بتبتدي تختار الStyle وكمان الaspect ratio انا هحط يعني امر بسيط جدا هقول A man is reading a book at his living room وهنا هختار Imagine by Google الStyle preset هخلي photo realistic الaspect ratio هخليها واحد الواحد وحبتدي اقوله generate image هنا هنا تم انتاج الصورة زي ما احنا شايفين دي الصورة بتبتدي تعمل لها download الimage وهتنزل جي بي جي تبتدي بعد كده تعمل refresh وتبتدي ان انت تختار انا هبتدي بس اروح كده جيب امر معقد شوية شوية احطه هنا دي من الصور اللي كانت عملها جوجل بimagine 4 ونشوف النتيجة خليها 16 لتسعة حلو جدا بصراحة التفاصيل بتاعته حلو قوي تتعمل download تي بس الاول اعلم refresh اختار stable version type و oil painting وابتدي اعمل generate ده النتيجة ملاحيش دعوة خلص اكسد صلح الكلام ده في حاجة غلط في الموضلز التانية هنشوف كده النتيجة مع بعض بعد ما يصلح يعني imagine شغال حلو قوي بقية الموضلز بيديني حاجات تانية ما زبطش الجزء المتعلق بالنمزج الاخرى انا شايفة مع دال اي وشايفة مع stable diffusion بيشتغل بشكل جيد جدا باستخدام هذه النمزج لو رجعنا لنموذج او لأبليكيشن زي ده كنت جربته في النموذج ده انت هنا بتحط الوصف تختار الاسبيكت ريشيو انا هنا كنت عملته بimagine 3 بس فسي مثلا هنا لو انت قلت له امان is reading book and drinking coffee at his garden نغير بقى شوية 16 لتسعة عشان المشهد ويسع شوية هخلي المرة دي كون enemy generate image حاول انت كمان تحط له model تكون open source يعني مفتوحة المصدر عشان يقدر انه هو تانتجريت مع الكود ويقدر انه ينتجلك بيها دي النتيجة زي ما احنا شايفين ممكن عمله واحد لواحد ممكن اخلي اخلي كمان future realistic هعمل generate ادي النتيجة هرجع مرة تانية البلد ونشوف مثال اخر وهو عن انشاء تطبيق تطبيق ده بدخله title for facebook post فكرة يعني فكرة title معينة بالعربي او بالانجليزي ويبتدي انه هو generate البوست ده يحط لي كمان emojis واسئلة و tips جوه البوست نفسه ويستخدم ده ال e imagine و stable division علشان يعمل لي الصورة المصاحبة للبوست وكمان لازم يراعي الaspect ratio الخاصة الابعاد الخاصة بالصورة نفسها هتقول لي جبتي الامر منين هقول لك كتبت ال pgbt اديني text prompt ال 80 هكتب له باللغة بتاعته عادي وهو بيدهيلي بالتفاصيل اللي انتم شايفينها وبعد كده هندوس build ونشوف النتيجة هيبتدي طبعا يفكر وبعد كده يبتدي يكتب الكود ملف ملف وفي الاخر خالص ينفذلي هنشوف النتيجة بعد التنفيذ تم الانتهاء من الابليكيشن ولد منشورات فيسبوك بالذكاء الاصطناعي هنا ممكن تكتب الحاجة اللي انت عايزها وليكن افكار لاستخدام شات جي بي تي في التعليم هنا انشاء البوست وكمان امكانية انشاء صورة معي هنا الطريقة اللي انشأ بها لطيفة جدا اولا حط الصورة عبر عن طلبة قادة عمالة تدرس قدامهم اللابتوب بتاعهم يعني يا جماعة التعليم من فيكم سامع انشاء جي بي تي وبيفكر ازاي ممكن نستخدم وصح في دراستنا او شغلنا تعالوا نشور شوية افكار سريعة ومفيدة تبسيط المفاهيم الصعبة تويد اسئلة وتدريبات وتقدر انت هنا تنسخ النص وتقدر تعمل داونلود للصورة فبالتالي خلاص الصورة انت عملت لها داونلود بالابعاد اللي تنفع مع البوست بتاع الفيسبوك ابعاد الصورة اللي بتنزل مع بوست الفيسبوك وهنا تبتي تنسخ النص وادي ابليكيشن بيعمل لك منشورات بشكل يعني اي وقت انت عايز بتخش عليه وزي ما قلتلك انت لو رحت على البلد هتلاقي كل الابس بتاعتك موجودة هنا طبعا انا نسيت احفظ الابليكيشن الابليكيشن موجود كويس عمله حفظ يعني بشكل اوتوماتيك لي ويبقى موجود تقدر ترجع لأي ابليكيشن زي ما قلتلك في اي وقت اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم كانت نظرة قريبة شوية لتجربة البيلد option الموجودة داخل جوجل اي ستوديو اشوفهم فيديو قادم بإذن الله على قناة انفو تكفير يو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت ولو كنت بتشوفنا